بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة في كورس الفاونديشنز انجينيرينج وان معكم دكتور محمود هيكمل في شابتر 2 شابتر 2 في الكورس بتاعنا هو البييرين كباستي اوف صايل وده من الشباتر المهمة في الكورس لأنه بيأسسك قبل ما تصمم الفاونديشن ازاي تعرف العلاقة ما بين السويل وما بين الأسسات part 1 في الشابتر ده بعض التعريف الصغيرة الخاصة بالبييرين كباستي مبدئيا general requirements of foundations ايه هي المتطلبات اللي احنا بنحتاجها للفاونديشن the only requirement is that it should not fail يعني ايه الكلام ده يعني المطلب الاساسي في الاساس انه هو ما يحصلوش انهيار طيب ازاي الاساس بتاعي او الفوتينج بتاعتي ما يحصل لهاش fail بنقول it should work efficiently under all conditions of working يعني مهما تحصل احمال عليه يقدر يقوم بمهمته على اكمل وجه في كل الظروف المختلفة عشان كده بنقول ازاي ينهار الفوتينج ديت failures are of two types ممكن يحصل انهيار للاساس بسبب حاجتين يا اما peering capacity failure يعني الاساس بتاعي كويس ما فيش مشكلة فيه لكن الطربة اللي تحته حصل ان اللود اللي جه من الفاونديشن على الصويل فاونديشن ديت اكبر من قدرة تحمل التربة فيحصل انهيار فخلاص الاساس ينهار وبالتالي المبنى كله ينهار الحاجة التانية ماشي التربة مش هتنهار مش يحصل لها sheer failure لكن هيحصل لها هبوط بس هبوط غير مسموح بي excessive settlement يعني حصل هبوط زيادة عن الايه اللي مسموح بي فبيحصل انهيار كده للاساس وبالتالي المبنى انهار يعني ايه الكلام دوت ببساطة خالص انه انت مفروض بتصمم الاساس بتاعت انه هو ما يحصل لوش failure من النوعين اللي احنا قلناهم دولت ان كان بيرين كبس او settlement ولازم احط الاساس بتاعي في مكان كويس ما يحصلوش برضك deterioration يعني تدهور للاساس فيحصل له انهيار وده اللي هندرسه فيه الاجزاء القادمة طيب عايزين نعرف عايزين نعرف يعني ايه contact pressure وده من الحاجات المهمة جدا في علم الصويل structure الصويل structure interaction عندنا نوعين من الاساسات يا شباب عندنا نوع اسمه rigid footing وعندنا نوع اسمه flexible footing ال rigid footing ده بيبقى الاساس بتاعي سمكه كبير rigid ال stiffness بتاعته عالية جدا فإنه اللي بيحصل فيه لما بيدي الأحمال بتاعته للصويل ما بيعتمدش على نوع الصويل تحته بيبقى رد فعل الصويل او ال contact pressure بتاعي uniform بالشكل ده شايفو عامل ازاي uniform كده اما لو كانت الاساس بتاعي flexible يعني سمكه مش كبير ال stiffness بتاعته قليلة فهنا ال contact pressure هيختلف على حسب نوع الصويل يعني ايه يعني أنا لو عندي sandy soil يعني تربة رملية فهتلاقي الاساس بتاعي مش uniform خالص انا جاي لي من فوق stresses بتاعت الحمل بتاع العمود لكن رد فعل الصويل هيبقى ماله بالشكل اللي انت شايفو ده problem واقع اكبر قيمة فين في النص في الساندي بيبقى اكبر قيمة فين في النص اما لو كان عندي clay soil clay soil فتلاقي ان الماكسيموم بتاعي فين موجود فين في الاطراف وبعدين تبتدي تقل وتبقى المينيموم بتاعي فين في النص طبعا لازم عشان يبقى save اللي جايلي من السويل ده او من الاسف من الاحمال بتاعت الاعمدة لازم يكون اقل من الكيومين وطبعا الكيومين اقل من الكيومين ماكسيموم طبعا لو سيلتي ساند او سيلت كده دخلنا فيه يعني ميكت شارف ما بين الساند وما بين مين السيلت فهتلاقي برضك الماكسيموم فين في الطرف ولكن المينيموم بتاعي هي هيزيد شوية في حالة مين السيلتي ساند او السيلد يعني خلاصة الموضوع if we consider the footing is rigid يبقى لو بنتكلم نحن rigid the distribution of contact pressure under will be a uniform هيبقى مالو منتظم the distribution of contact pressure under footing will be non uniform امتى non uniform if the considers the footing is a flexible يبقى في الحالة flexible يبقى التوزيع بتاعه زي ما احنا اتفقنا مالو non uniform شكرا